اشتركوا في القناة المر لأنك تريد حلاوة العاقبة الصحة الشفاء تريد المشكلة اخواني التي انا اواجهها مع كثير من من يعاديني او يعادين هي هذه انه يريد مني كلاما حلوة يحب يسمع مني كلام حلو الدين كلام حلو مثل ما يقولون لا تدين كلام مر موشكل ما يريد يسمع الكلام المر نقول لي يا اخي اصبر انت تسمع اول مرة اول جلسة ثاني جلسة ثالث جلسة شوي شوي توصل للجلسة العاشرة تحس بالحلاوة بالاخير في البداية مر عمر بن الخطاب طاغية لعنة الله عليه تقول مر هذا الكلام هذا الكلام طائفي هذا بس بالاخير تكتشف تشوف صحيح ان الكلام الذي قيل كلام صحيح والحمد لله اللي عرفنا حتى لا نحمل في قلوبنا ولا ان لهذا الشخص فتمسنا النار الله تعالى يقول وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ اللي يَرْكَنْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يكون في قلبه شيء من المودة لهم يعترف أصلا بهم يجعل لهم منزلة دينية وهم ظالمون من الذين ظلموا تمسه النار يوم القيامة يدور على ولي ينصره لا يجد فألا يحتاج منا هذا الأمر وقفة كل ما أطلبه من أهل الخلاف ومن المخالفين لهذا الطرح حتى من بعض الشيعة أن يصبروا ويستمعوا جيدا كلام مر سلمنا اصبروا عليه حتى تذوقوا حلاوة عاقبته مرن نفسك روض نفسك أنا لست عدوا لكم أنا يشهد الله عليه أريد الخير لكم أريد أن أنقل هذا الذي أجد حلاوته في نفسي هذا النور هذا الحق هذا الإيمان أريد أن أريد أن أنقله لكم الآن قبلتموه نور على نور رفضتموه فعلى الأقل اعذروني اعذروني من جهة أني إنما أطرح ما أراه خيرا لكم هذا يشفع لي يعني أنت افترض شخص جاءك وأعطاك دواء أنت ترى أن هذا الدواء دواء مضر لك مثلا ليس دواء في محلي طيب تقوم تضرب هذا الشخص تضربه بل تشكره لماذا؟ لأنك تعذره وأن نيته نية نية حسنة يعني أراد الخير لي لكن مثلا ما كان يفتهم اعطاني دواء غلط فأنا أتجنبه أما مترح تضربه نفس الشيء نحن نقدم دواء أنت بنفسك استكشف هل هذا دواء ناجع دواء للداء الذي تحمله أم له إذا اكتشفت خذ الدواء بالعافية حتى تنجو يوم القيامة إذا لم تكتشف أنه دواء ناجع لا تأخذ الدواء أما ليس هناك حاجة لأن تضرب من جاءك يداويك بل بالعكس عليك أن ترحب به عليك أن تشكره وأن تحاوره مثلا تقول لك ترى الدواء ما كان سليم رأيك مو صحيح تشخيصك مو صحيح وأمثال ذلك